اشتركوا في القناة كان يحطم هذه العظام بالطريقة نفسها التي كان يكسر فيها عظام الجياد والرنة التي عثر عليها عند مدخل الكهف وذلك من اجل ازالة النخاء العظمي منها واعتبر انسان نياندرتال لفترة طويلة انسانا خشنا يتمتع بدماغ اكبر من دماغ الانسان العصري الا انه كان يهتم بجاثمين الموتة اذ ان ثمت امثلة على وجود اضرحة وكانت اثبتت في الماضي حالات اكل لحوم بشر الا انها كانت تتعلق بجماعات مقيمة في جنوب اوروبا في اسبانيا وفرنسا بعض العظام يتم استعمالها كادوات بعد ان يتم تكسيرها وتنظيفها وهذه المغاور مسكونة منذ العصر الحجري القديم ويبلغ طولها حوالى 250 مترا وقد بدأ كشف اسرار هذه المغاور في منتصف القرن التاسع عشر بفضل احد رواد العصر الحجري القديم ادوار دوبون اشتركوا في القناة